بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعيش إسرائيل حالة من الجنون الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو وكبار المتطرفين الذين يشاركونه الحكومة يعيشون هذا الجنون منذ صفعة القرن أو ضربة القرن في السابع من أكتوبر 2023 عملية طفان الأقصى أفقدتهم صوابهم فضلا عن تورطهم في مستنقع قطاع غزة بعد عملية التوغل البري والتي أسفرت عن ضحايا لا يمكن عدهم أو وصفهم خاصة أن الكيان الصهيوني يتستر عن عدد ضحاياه الحقيقيين ويعلن عن أعداد قليلة جدا من هذه الضحايا تحولت غزة إلى مقبرة لآليات العدو ودباباته ومركافاته وكذلك أيضا إلى مقبرة لجنوده كل هذه الأمور جعلت هذه الحكومة المتطرفة تحاول أن تصطنع أو تقتنص أي نصر وإن كان مزيفا هم يظنون أن قتل الرموز يمكن أن ينهي الفكرة ولكن هذا أمر ثابت عكسه فاغتيال الشيخ أحمد يسين رحمه الله ومن بعده عبد العزيز الرنسيسي وعصام صيام وغيرهم من قيادات الحركة الفلسطينية لم يؤثر ولن يؤثر لأن هذه القضية وهذه الدماء إنما هي وقود المعركة ويتحول الشهيد إلى أيقونة لذلك لجأوا إلى العملية الغادرة بالأمس باغتيال الشيخ صالح العروري أحد أكبر قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس ولنقول أن العروري يمثل فلسطين بل يمثل الأمة كلها لذلك نجد ردات الفعل العالمية في العالم الإسلامي كله على هذه العملية الغادرة الجبانة والتي أعلت من قدر الشيخ العروري رحمه الله الذي وهب نفسه لفلسطين والذي أجاب بنفسه عن استعداده للشهادة وأنه مشروع شهادة وأنه غير متمسك بالحياة وأنه لا يرغب في حياتهم الدنيا بل ما عند الله خير وأبقى ورأينا أيضا كيف كانت ردة فعل العائلة كيف كانت ردة فعل أمه وأخواته وابنته وجميع محبيه وأقربائه وكيف أنهم كانوا ثابتين ثباتا منقطع النظير وأدلوا بتصريحات إلا أن الله عز وجل هو الذي يثبت القلوب والعقول لذلك كان هذا الثبات الانفعالي كان هذا الرضا بقضاء الله وقدره وأنهم لا يفرقون بين دماء قائد ورمز كبير بحجم العروري ودماء طفل بريء يقتل بآلة القتل الصهيونية فهنيئا لآل العروري صبرهم وجهادهم ننتقل إلى سؤال الحلقة أو الموضوع والمتعلق باغتيال الشيخ صالح العروري وهل كان مفاجئا وهل شارك فيه الأمريكان ولماذا سعى الأمريكان إلى نفي أي علاقة لهم بجريمة الاغتيال ومحاولة غسل أيديهم من هذه الجريمة من يسمع تصريحات المسؤولين الصهيين في الأيام الماضية يدرك تماما أنهم سيقدمون على هذه الجرائم لدرجة أنهم قاموا بتحديد الدول التي سيستهدفون فيها قادة حماس مثل تركيا وقطر ولبنان وحتى أنه بالتزامن مع عملية الاغتيال أعلنت تركيا اعتقال جواسيس مرتبطين بالموساد لتنفيذ عمليات داخل تركيا لكن هل حقا الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لها علم بهذه العملية كما صرح المسؤولين الأمريكيين يقول البعض يستحيل أن لا يكون للولايات المتحدة الأمريكية علم بذلك وخاصة التحركات المريبة ومن يدرك العقلية الغربية وكما يقول المثل يقتلون القتيل ويسيرون في جنازته فهذا العقل الصهيوني هذا العقل الاستعماري تذكرون أنه في الأيام الماضية ظهرت أخبار أمريكية صهيونية تؤكد أن بايدن أوقف في اللحظات الأخيرة عملية جوية لإسرائيل ضد حزب الله لماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك تذكرون أن سبب إحضار الولايات المتحدة لأكبر حاملة طائراتها مباشرة بعد عملية إسرائيل البرية في غزة كان هدفه ردع حزب الله في دخول أي حرب شاملة مع إسرائيل ونجحت في ذلك فعليا فمع غزو إسرائيل لغزة كانت المنطقة كلها تشتعل ضد إسرائيل الولايات المتحدة كان هدفها الأساسي هو منع اشتعال حرب إسرائيلية في غزة وانتقالها إلى المنطقة لأن ذلك سيهدد مصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط كذلك تعلم الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل لن تقوى على دخول في حربين وأن دخول حزب الله في أي حرب مع إسرائيل يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضطر للتدخل لحماية الكيان الصهيوني سواء كان ذلك بإعلان رسمي أو بإرسال مقاتلين بشكل خفي نعم الولايات المتحدة تعلم تماما بعملية الاغتيال لكنها ربما لم تستطع منع إسرائيل من فعل ذلك وربما الهدف الذي يقف وراء رفض الولايات المتحدة الأمريكية بيع مروحيات هجومية وسحب الولايات المتحدة الأمريكية لأكبر حاملة طائرات لها قبل يومين كان للضغط على إسرائيل بإيقاف ارتكاب هذه الحماقات التي من شأنها أن توسع نطاق الحرب في المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية لن توقف دعمها للكيان الصهيوني لأن الكيان الصهيوني هو امتداد للاستعمار الغربي سواء كان أمريكي أو بريطاني لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد خلافات بين الدولتين سواء كان خلاف حقيقي أو خلاف مصطنع فالولايات المتحدة الأمريكية ترى أن القيام بعمليات اغتيال كهذه في الوقت الذي يجب التركيز فيه على حل لمواصلة عملية تبادل الأسرة خاصة أن هناك أسرى أمريكيين بين الأسرة من شأنه أن يعيق عملية تبادل الأسرة ومن شأنه أن يزيد من احتمال توسع الحرب في المنطقة لكن السؤال لماذا فعلت إسرائيل ذلك في هذا التوقيت يقول البعض لا توجد إجابات منطقية لكن ربما فعلت ذلك للبحث عن انتصار فنحن نتحدث عن ثلاثة أشهر من العمليات الجوية والبرية على قطاع غزة ولم تتمكن إسرائيل من قتل قادة الصف الأول في كتائب القسام والذين هم أحد أهم أهداف الحرب وبنفس الوقت هذه العملية هي رسالة قوية تريد أن ترسل بها إسرائيل لإيران ولحزب الله وللحثيين في اليمن ظنا منهم أن مثل هذه العمليات يمكن لها أن تشكل رادع أو إخاف فقد تزامنت مع ذكرى اغتيال قاسم سليماني وجاءت بعد أسبوع من عملية اغتيال إسرائيل لقائد كبير في الحرس الثوري صحيح أن هذه العملية موجهة لحركة حماس بالدرجة الأولى لكن ربما أرادت إسرائيل المجنونة أن ترسل من خلالها بعض الرسائل وتعد عملية الاغتيال هذه ربما الأولى في الضاحية الجنوبية منذ 2006 أو عملية بهذا الحج لا شك أن عملية اغتيال الشيخ صالح العروري حماقة صهيونية وجريمة كبرى لن توقف المقاومة وربما هي تخبطات وانزلاقات وغوص في الوحل للكيان الصهيوني سوف تنتهي بزواله بإذن الله تعالى في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة